أرقام قياسية كتير حققها رونالدو في اليورو وأرقام تانية مستنية إنه يحققها الدون هيلعب بطولته 11 الكبرى مع البرتغال وهيكون أول لعب يظهر في 6 يورو لو سجل هيكون أول لعب يسجل في 6 نسخ مختلفة لليورو وهيبقى أول لعب يسجل 15 جول أو أكتر في تاريخ اليورو طب هل ممكن رونالدو يكون أكبر لعب يشارك في اليورو؟ ممكن آه وممكن لأ الألماني لوثر ماتيوس هو أكبر لعب شارك في بطولة اليورو بعمر 39 سنة و 3 شهور لو لعب رونالدو هيكون أكبر لعب علشان لما هتبدأ البطولة هيكون عنده 39 سنة و 4 شهور لكن لو زميلو بيبي شارك هيكون أكبر لعب لأنه عنده 41 سنة رونالدو لو سجل هيكسر رقم النمساوي إيفينيا باستيتش أكبر لعب سجل بعمر 38 سنة و 8 شهور بس برضو ممكن بيبي ياخد منه الرقم ده لو سجل ولو وصل النهائي وشارك هيكون أكبر لعب شارك في النهائي لأن الألماني يانز ليمن شارك في نهائي 2008 وهو عنده 38 سنة و 7 شهور وبرضو بيبي ممكن ياخد منه الرقم ده كريستيانو حاطت عينه على رقم في صناعة الأهداف لو صنع جولين هيكون أكتر لعب صنع أهداف في تاريخ البطولة ولو وصل للنهائي هيكون رونالدو أول لعب يصل للمباراة النهائية في تلك نوسخ مختلفة ترجمة نانسي قنقر